2019-2020 كان متراجعين فيه لأنه ما أدرسه وفيه الطلبة هذا كله مفقود أصلاً تعليمي السنة اللي بعدها كان التعليم عن بعد أونلاين بعض الأسر ما أخذت الموضوع بشكل جدي وكذلك جودة تدريس التعليم الحضوري ليست كالتعليم الأونلاين عن بعد بالتعليم الإلكتروني فهذا أيضاً سبب لنا نسبة من الفاقد التعليمي الدروس اللي كان مفقود يتعلمها الطالب بشكل جيد ما تعلمها بالمستوى اللي احنا يعني يفترضوا محققين فيه الأهداف أنا برجع بس يعني هل الفاقد التعليمي فقط هو بسبب وجود الجائحة وتعطل التعليم ولا الموضوع كان هي فجوة أساسة متراكة المفهوم نفسه هو مو مفهوم يخصنا بس بالكويت هو مفهوم عالمي الفاقد التعليمي هي أزمة عالمية الحين يعاني فيها العالم بشكل عام بسبب المهارات التعليمية أو المهارات اللي المفروض أن الطالب كان يكتسبها وبسبب ظروف معينة حرم منها هذا يعني باختصار معنا فاقد التعليمي هذا الموضوع هو عدم وجود خطط واضحة أثناء الجائحة نعم أثناء المراحل المتعددة للجائحة ما كان في خطة واضحة فكان كل واحد ينتظر انفراجة اللي ما صارت نعم بحيث أنه لا والله يرد الوضع طبيعي ويدخل مدارس ورد دمر ثاني كم منهم تعليمهم لكن هذا ما صار وزادت المدة الزمنية وزاد وجود الطلب في البيوت تأخر التعليم أونلاين اشتركوا في القناة